اشتركوا في القناة والارض اعدت للمتقين نمر الحق لن تعيق هذا سيف الله لن يخفي بريق يا ايها السرداب فاصرخ بالحقيقة ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وان احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وما قل وكفى خير مما كسروا الها وان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد لازال كلامنا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم موصولا فهذه تقريبا المحاضرة الرابعة او زيادة عن ذلك وكنا تكلمنا عن عدلتهم في القرآن الكريم وعدالتهم في السنة النبوية المطهرة والامر يطول بنا جدا فقد صنف الامام احمر بن حنبل في فضائل الصحابة مجلدان مئات الاثار والاحديث وبلا شك ان هذا الكم الهائل من النصوص يصعب علينا سرده وشرحه في مثل هذه اللقاءات السريعة فنكتفي بما اشرنا اليه آنفا وارجو ان تكون هذه اخر محاضرة في الكلام العام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لانه بعد ذلك في المحاضرة القادمة باذن الله انتياس عن الامر في هذه الليلة سندرس فضائل الصحابة من الكتب التسعة سندرس فضائل الصحابة من الكتب التسعة من البخاري ومسلم والسنن الاربعة ومسند احمد وسنن الداريمي وموطئ الان مالك فهذا المنهج سيكون معنا باذن الله وعلى طلاب العلم ان يكونوا معنا حريصين على اخذ الكتاب بميامنهم ومتابعتنا حديثا حديثا في كل كتاب وسننبه على كل حديث اين هو وبرقم كم وفي اي كتاب هو اما الليلة فاريد ان اختم الكلام عن حكم من سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم لا شك ان السب اعم من الشتم لان السب يشمل الاتهام في الدين او في الخلق ولذلك اختلف اهد العلم في حكم سب الصحابة على اربعة اقوال على اربعة اقوال اما القول الاول فمن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالكفر والفسق والردة جميعا او معظمهم فلا شك في كفر من قال ذلك فلا شك في كفر من قال ذلك رجل يتجرأ على تكفير الصحابة جميعا او ان اكثرهم كفار وارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مع ان الله تعالى شهد لهم بالجنة وترضى عنهم واثنى عليهم وغير ذلك من الممادح التي وردت في الكتاب والسنة فهل جهل الله عز وجل ومعاذ الله حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين زكاهم بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام هل جهل الله عز وجل انهم سيرتدون ويكفرون ويفسقون بعد موته عليه الصلاة والسلام ومع هذا زكاهم في القرآن وشهد لهم بالجنة هذا اتهام لله عز وجل ولذلك عدالة الصحابة معلومة من دين الاسلام بالضرورة من انكر ذلك بل من ذهب يسب ويشتم ويكفر ويحكم بالفسق والردة على جل الصحابة او كل الصحابة الا نفرا قليلا ونذرا يسيرا كما هو حل الرافضة فانه لا شك في كفر من قال هذا القول وهم يبتغون من وراء ذلك ويصبون من وراء ذلك الى تنحية الشريعة عن واقع امة الاسلام لان الطعن في الناقل طعن في المنقول وهكذا هذا الاسلوب الخبيث الذي درج عليه اعداء الاسلام حتى هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي عليه السلام ما استطاعوا ان ينكروها لذاتها لان العلم الحديث عندهم يؤيد ما ينكرونه كل يوم كل يوم فصاروا يطعنون في النقلة لان الطعن في ابي هريرة مثلا او في عمر بن العاص او في عبد الله بن عمر بن العاص او في غيرهم من رواة السنة من اصحاب النبي عليه السلام يعد طاعنا في المنقول والمروي وشكا في الكتاب نفسه في القرآن نفسه من الذي نقل الينا القرآن الا هم الا هم فهم الواسطة بيننا وبين صاحب الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فهذا تكذيب لله ورسوله بعد ان تربى الله تعالى عنهم واسنى عليهم فهذا تكذيب له سبحانه وتعالى واتهام له بانه خفي عنه ردة هؤلاء معاذ الله فان الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وفي هذا كذلك ايدا للرسول عليه الصلاة والسلام تكفير اصحابه وازواجه من النساء الطاهرات العفيفات الكريمات العالمات الداعيات الى الله عز وجل على بصيرة وعلم ونور فيه ايذاء للنبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ان ايذاء النبي كفر بواح كفر بواح فمن كفر الصحابة وحكم عليهم بالردة والفسقي بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وان هذا حصل لهم فلا شك في كفر من قال ذلك هذا هو النوع الاول النوع الثاني من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم يطعن في دينهم كأن يتهمهم بالكفر والفسق وكان ممن تواترت النصوص على فضله وكماله كالخلفاء الاربعة وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا كفر بواح لانه تكذيب لامر متواتر ومنكر التواتر ومنكر المتواتر كافر لا شك وهو رد على الله ورسوله الذي حكم بانهم من اهل الجنة او سب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بعد ان برها الله تعالى من فوق سبع سماوات فلا شك ان من الصق بها التهمة والفرية لا شك في كفره لانه يكذب الله تعالى بما برى به عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها النوع الثالث من سبى صحابيا لم يتواتر هنا لم يتواتر النقل بفضله وكماله فالراجح انه من افسق الناس الا ان يسبه لاجل الصحبة فانه يكفر بذلك فانه يكفر بذلك رابعا اما سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم لا يطعن في دينهم ولا عدالتهم ولكن يكون المقصود التنقص من اقدارهم مثل وصف بعضهم بالبخلي او الجبن او قلة العلم او قلة معارفتهم بالسياسة او حب الدنيا وترك الزهد فيها والغفلة وضعف الرأي وضعف الشخصية كل هذه التهم كنت اتمنى ان لا اجد خلافا بين اهل العلم في تكفير كل من مس ذيل ثوب صحابي من الصحابة كنت اتمنى ذلك وهذا الذي يوافق هوايا ولكن ما رأيت واحدا من اهل العلم يكثر اصحاب هذا الصنف الرابع